موسيقى اهلا بكم مشاهدنا الكرام من غرفة الاخبار اليكم نشرتنا الرئيسية وابدعوها معكم بابرز العنوين موسيقى رئيس الجمهورية يهني ملك اسبانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده موسيقى نائب رئيس الجمهورية يطلع من محافظة الضالة على المستجدات ويهني القيادة بذكرى اكتوبر المجيد موسيقى وفي الاخبار ايضا من الميدان الجيش الوطني يحقق تقدما عسكريا ويقترب مركز مدينية باق بسعدة ويحرر مواقع جديدة في جبهة القبيطة بمحافظة الحجة موسيقى حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد الى اول الخبر بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لجلالة ملك اسبانيا فيليب السادس مناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وعبر فقامته باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن احر التهاني واصدق الامنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته متمنيا ان تعود هذه المناسبة على حكومة وشعب اسبانيا الصديق بموفور الصحة والمزيد من التقدم والازدهار كما بعث فقامة رئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء وموساف وفاة الكاتب الكبير والشخصية الاجتماعية عبد حسين احمد الذي وفاه الاجل مساء الخميس في العاصمة الموقتة عدن بعد حياة خافلة بالعطاء والابداع ونوها الرئيس في برقيته بمناقب الفقيد ودوره التنويري في المهام والمناصب التي شغلها في السلك التربوي والمجال الاعلامي عبر عموده الشهير في صحيفة الايام كركر جمل الذي كان يحظى باهتمام شريحة واسعة من القراء مؤكدا انه برحيل الفقيد تكون الساحة الثقافية والاعلامية اليمنية قد فقدت احد ابرز هاماتها وعرب فخمته عن بارغ الحزن والاسى لرحيل الفقيد سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذوه الصبر والسلوان بعض فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي عبدان ادهيس الذي وفاه الاجل مساء الخميس بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء المتواصل في بلاط صاحبة الجلالة واشهد الرئيس بمناقب الفقيد ومكانته الصحفية من خلال المواقع القيادية التي شغلها وتبوأها خلال مسيرة حياته المهنية وادواره النقابية واسهاماته خلال العمل النضالي والتحرري في الانتصار للثورة اليمنية سبتمبر اكتوبر وعرب فخامته عن بالغ الحزن والاسى لرحيل الفقيد سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذوه الصبر والسلوان اطلع محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل الصالح في اتصال هاتفي نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محصن صالح على مسجدات الاوضاع في المحافظة وجهود السلطة المحلية والاجلسة العسكرية والامنية في تثبيت الامن والاستقرار وعبر محافظة المحافظة باسمه ونيابة عن ابناء محافظة الضالع عن تهانيه للقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ولنائبه وللحكومة الشرعية بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة وقدم المحافظ موجزا عن الاوضاع في المحافظة والجهود المبذولة في ترسيخ الامن والاستقرار ومنع اعمال الفوضى وطرد ميليشيات التخريب والارهاب مجددان التأكيد على وقوف كل ابناء المحافظة خلف الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية وعدم السماح بنشر الفوضى او التهون مع من يهدف ويسعى لذلك من جانبه حمل نائب الرئيس محافظة المحافظة التهاني الحارة لابناء الضالع قاطبة بمناسبة ذكرى اعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر منوها الى اهتمام القيادة السياسية بتطبيع الاوضاع وتلبية متطلبات المواطنين والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحاضي المكون من ستة اقاليم وحث نائب رئيس الجمهورية محافظ المحافظة على مضاعفة الجهود والعمل لاجل استقرار المحافظة وتجنيبها دعوات الفوضى والتمزيخ واستكمال تحريرها بما يلبي تطلعات ابناء المحافظة للامن والاطمئنان والرخاء مشهدا بالجهود المبدولة وبالتفاف مختلف القيادات والمكونات السياسية والمجتمعية خلف قيادة الشرعية واهداف الثورة والجمهورية اجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محصن صالح اتصالا هاتفيا للواء الركن امين الوائلي مستشار وزير الدفاع للاطمئنان على صحاته اثر اصابته بوعكة صحية واشهد نائب الرئيس بجهود اللواء الوائلي وبطولاته متمنيا له الشفاء العاجل من جنب عبر اللواء الوائلي عن تقديره للمشاعر النبيلة لنائب رئيس الجمهورية سائلا الله له التوفيق في مهامه الوطنية كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محصن صالح برقية تعزاء الموسافي وفاة الكاتب الصحفي عبد حسين احمد الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والتمييز واشهد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وادواره التوعوية والاعلامية وتمييزه على الصحة الثقافية علاوة على اهتماماته الاجتماعية وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وللوسط الصحفي سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وإسكنه فسحة جنات وأن يلهم أهله وذويه الصبرى هو السلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محصن صالح برقية تعزاء وموسافي وفاة الكاتب الصحفي عبدان دهيس الذي وفته المنية مساء الخميس بعد حياة حافلة بالعطاء المهني واشر نائب رئيس الجمهورية في برقيته لمآثر ومناقب الفقيد منوهان إلى أنه سخر قلمه لنقد الأوضاع السلبية وتصحيح الاختلالات وتقديم النصح من خلال الأعمدة الصحفية التي كان ينشرها في عدد من الصحف اليمنية وألفت إلى أن الفقيد عبدان دهيس كسب قراء محبون كثر من خلال عمله في الصحفة الورقية لعقود وأن رحيله خسارة منيت بها الصحفة اليمنية وعرب نائب الرئيس عن بالغ حزنه لوفاة الصحفي عبدان دهيس مقدما أحرى التعزي وأصدق الموسى لأسرة الفقيد وأهله وذويه والوسط الصحفي سإن الله عز وجل يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وإسكنه فسح جناته وإلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء وموسى في وفاة الكاتب الصحفي الكبير عبدان دهيس الذي وفاته المنية مساء الخميس بعد حياة حافلة بالعطاء المهني وأشهد رئيس الوزراء في برقيته إلى مآثر ومناقب الفقيد الذي كان أحد أبرز الصحفيين اليمنين وعمل في عدد من الصحف اليمنية البارزة وله العديد من المقالات والتقارير الصحفية لافتان إلى أدواره النقابية وإسهاماته خلال العمل النضالي والتحرري في الانتصار لثورتي سبتمبر وأكتوبر وعبر عن حر التعازي وصديق المؤسى بهذا المصاب الجلل سائل المولان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسح جناته نقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي مع المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور مرزا حسن محفظة المشاريع المقدمة لليمن وسياسة التدخل التنموي للبنك في اليمن خلال المرحلة المقبلة على ضوء خطة إعادة الإعمار المعدة من قبل البنك والتقييم الثالث للاحتياجات الديناماكية جا ذلك خلال هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في اندونسيا والتي تركز هذا العام على التنمية البشرية وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المالية ودعم المؤسسات المالية الجدير بالذكر أن محفظة مشاريع البنك الدولي المقدمة لليمن خلال السنتين الماضيتين بلغت مليار ومئتين وخمسين مليون دولار موزعة على مشاريع طارئة في النقد مقابل العمل وضمن الاجتماعي والصحة والزراعة والخدمات الطارئة والطاقة البديلة أكدت وزارة الثروة السمكية أنها تتابع باستمرار تطورات عصار لوبان الذي يقترب في هذه الأثناء من سواحل المحافظات الشرقية وأرخبيل سقطرة وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات في الوزارة والهيئات المصايد في محافظات حضر موت والمهرى وأرخبيل سقطرة للتواصل لمتابعة آثار العصفة على الصيادين والتجمعات السمكية على سواحل تلك المحافظات وأوضح وزير الثروة السمكية فات كيفاين أنه تم التواصل مع السلطات المحلية وقوات خفر السواحل في المحافظات المعنية للتنسيق والتعاون في عمليات التحضير والإجلاء من المناطق الخطرة أثناء هبوب العصفة وأشار إلى أن أطراف العصفة لمست فعلا الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة السواحل الشرقية والشمالية الشرقية لأرخبيل سقطرة من خلال أنطار ما تزال خفيفة ومن المتوقع أن تتحول إلى غزيرة في الساعة القادمة ومن المتوقع أن تصل العصفة سواحل محافظتي المهرة وحضر موت ابتداء من صباح الرابع عشر من أكتوبر إذا استمرت بمسارها وسرعتها الحالية وأشكر كفاين الجمعيات السمكية والفرق المجتمعية التي تأهبت المشاركة الطوعية في عمليات التحذير والتدخل الطارئ للإجلاء والإنقاذ إذا ما استدعى الأمر ذلك مشيدا بآداء السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في المحافظات أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد القادم الموافق الرابع عشر من أكتوبر إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وعبارت الوزارة عن أسماءات التهاني للقيادة السياسية ممثلة بفخمة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية لم تأتي ثورة الرابع عشر من أكتوبر إلا بنضال الأشاوس من أبناء الجنوب ضد المستعمر البريطاني الذي جاثم على جنوب اليمن حوالي 129 عاما أبرز التواريخ والأحداث التي سابقت قيام الثورة في جنوب اليمن وحتى يوم الاستقلال في سياق هذا التقرير الذي عده الزميل أيمن أمين الرابع عشر من أكتوبر يوم سطر وخط بالدماء الزكية لشهداء الثورة الأبية في المحافظة الجنوبية ولم ينبلغ هذا اليوم الأغر إلا بعد العديد من الانتفاضات والثورات ضد الحكم الاستعماري البريطاني ومنها ثورة مارس من عام 56 تسعمائة وألف حيث شهدت عدن حوالي 30 إضرابا عمليا أيضا في شهر يونيو من العام نفسه قام الثور في بيحان محافظة شبوة بلقوم مع مركز التابع حكومة البريطانية وفي خريف العام 56 تسعمائة وألف أثارت الأحداث التي شهدتها مصر إثر العدوان الثلاثي على مصر من قبل إسرائيل وفرنسا وبريطانيا أثارت غضب الشعب اليمنى فازدادت وطيرة العمل الوطني ضد التواجد البريطاني في عدن والمحمية الشرقية والغربية فعمل المستعمرون على زيادة التواغل في المناطق الريفية لا سيما المحادية لأراضي المحافظة الشمالية ازدادت الحماسة الثورية ضد المستعمر البريطاني في المحميات الغربية وكذا الشرقية مثل الضالع وردفان وصبحة ولحق ويافع والعوالق العليا والعوالق السفلة والفضل وبيحان تقاطر الرجال الأشاوس في الضالع الأبية لينفضوا على المستعمر البريطاني فتضامن معهم أبناء القبائل أخرى أما في العام 1958 فقد رفض سلطان لحق علي عبد الكريم لانضمام الاتحاد الإمارات للجنوب العربي فأرسلت بريطانيا في إبريم العام 58 أربعة أهلاف جندي تدعمهم الاسلاحة الثقيلة واحتلت السلطنة تحت مبرر الاكتشاف مخازن الأسلحة والدخائر في الثاني والعشرين من إبريل من عام 58 قامت قبائل الشاعري والدكام والحميدي والأحمدي والأزرقي والمحاربة وجحافة وبني سعيد وحالمين وردفان قامت جميعها باحتلال مركز السرير في جبل جحاف بقصد السيطرة عليه في التسع عشر من يوليو من عام 58 اندلعت انتفاضة قبائل سيسان والمنهيل في حضر موت كما قامت قبائل الأربيزي في العوالق في العام 59 بإجبار القوات البريطانية على الانسحاب من المراكز العسكرية التي أقامها في العوالق فقامت القوات البريطانية بدورها بقصف مناطق تلك القبائل بواسطة الطيران ما أدى إلى استشهاد عدد من الثوار في أواخر العام 57 قامت مجموعة من المناظرين بتكمن تجمع جديد لهم في منطقة البيضاء الحدودية وأسسوا هيئة تحرير الجنوب اليمني المحتل حصلوا على بعض الأسلحة من مصر في العام 1960 لكن الإمام لم يسمح بخروج هذه الأسلحة من ميناء الحديدة بات جميع مواطني الجنوب يعرف أن الحكم الاستعماري البريطاني معاديا لثورة السبتمبر منذ اليوم الأوبن لميلادها في 29 مايو من العام 63 كانت تزور صنعاء لجنة تقصي الحقائق الممبثقة عن لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة فقام ابناء الجنوب بتنظيم مسيرة في ذلك اليوم تحركت من العرضي في باب اليمن إلى دير الضيافة أي المتحف الحربي حاليا سلموا فيها مذكرة إلى اللجنة الدولية تشرح أوضاع أبناء الجنوب تحت الحكم البريطاني وحددوا مطالبهم التي تؤدي إلى الاستقلال في 13 أكتوبر من عام 63 خرجت دورية الاستطلاع بريطانية من الحبيلين وقامت باختطاف أحد رفاق المناظر الشهيد غالب بالراجح لابوزة من أحد المزارع عند وصول الخبر لابوزة ومن معه من المناظرين الأشاوس انطلقوا إلى جبل البدوي الذي يبعد عن حبيلين حوالي 5 كيلومترات بغرض التحضير للهجوم على مركز القيادة البريطانية في تلك اللحظة التي وصل فيها البلاغ لابوزة أن القوات البريطانية سوف تتقدم في اليوم التالي إلى وادي المصراح الواقع أسفل الجبل فقرر أن تكون الموجهة في الوادي القوات البريطانية بدورها تحركت من الضالع مساء ذلك اليوم ووصلت الحبيلين في منتصف الليل وفي الساعة الثامنة صباحا وصلت القوات البريطانية إلى وادي المصراح بقوام كتيبة معززة بسرية دبابات وبطاريات مدفعية في تلك اللحظة كان البوزة قد وزع المقاتلين الذين وصل عددهم إلى حوالي 70 مقاتلا فقط إلى أربع مجموعات بالتتالي منها مجموعتان في عمق الوادي ومجموعتان في بطن الجبل فدارت معركة ابتدأت في الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وفي أثناء سير المعركة كانت القوات البريطانية قد حصلت على معلومات عن الموقع الذي يوجد فيه لابوزة فعمدت إلى قصفه بشكل مركز بواسطة المدفعية الثقيلة وفي الساعة الحادي عشر ونصف ظهرا أصيب لابوزة بشضية اخترقت جسده وتوفي على إثرها مباشرة كانت بريطانيا تعد من يخرج عن طاعتها إرهابي بعد مرور ستة أيام فقط أصدرت قيادة الجبهات القومية لتحرير الجنوب اليمنية المحتل أي في الثالث عشرين من أكتوبر من عام ثلاثة وستين أصدرت بيانا أعلنت فيه استشهاد لابوزة مؤكدة عزمها على مواصلة مسيرة الكفاح المسلح التي بدأها لابوزة ورفاقه وتوعدت القوات البريطانية بزيادة مسيرة القتال حتى تحرير الوطن المحتل لقد استمرت ثورة الرابع عشر من أكتوبر أربع سنوات اشتركت فيها قوى وطنية وسياسية عدة جرت وقائعها القتالية على أكثر من عشر جبهات عسكرية قدمت فيها قوافل من الشهداء الأبرار وأخيرا جاء يوم الثلاثين من نوفمبر السبعة وستين ليعلن أبناء الجنوب كافة رحيل آخر جندي بريطاني من على أرض الجنوب موسيقى 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 اشتركوا في القناة والدين التي بدأت شرارتها من جبال ردفان الصامدة للتعلن للعالم أن اليمن بلد متحرر من الاستعمار مهما كانت قوته نقف إجلالا وتعظيبا لتلك التضحيات للدماء الزكية التي قدمها أحرار الوطن في سبيل رحيل الاستعمار البريطاني نتذكر باعتزاز الشهداء الأبطال الذين ضحوا من أجل حرية هذا الوطن ساحة كبيرة تكتض بأسماء شهداء ومناضلية ثورة الثورة الحقيقية ثورة الرابع عشر من أكتوبر للعام الف وتسعمائة وثلاثة وستين مواقف وتضحية وفداء في مسيرة نضال شعب وهزيمة امبراطورية أولئك الرجال الذين توجوا هذا الانتصار برحيل الاستعمار الذي جتم مئة وتسعة وعشرين مع عامة على شعب أبى الذل والانكسار إنه أسد رتفان الذي عاش طفولة قاسية فنشأ يتيما وعانى الفقر ولكنه كان يعشق الحرية ويتوق للعيش الكريم كان متمردا وثائرا لا يشق له غبار وحمل بندقيته فانطلق إلى جوار إخوانه يطارد الإمامة ويدافع عن هذا الوطن كان شامخا شموخ جبال رتفان لا يهاب المستعمر الأجنبي إنه شهيد راجح غالب باللبوزة أسد رتفان وفارس الثورة الأكتوبرية وأول شهدائها أشعل فتيل الثورة الأكتوبرية هو ومجموعة من رفاقه وستطاع هو ورفاقه منع تقدم القوات البريطانية التي ترافقها الدبابات والمدافع والطائرات وأجبروها على التراجع لم تستطع القوات البريطانية تقدم أمام ضروة القتال والاستبسال حينها استشهد راجح لبوزة في هذه المعركة متأثرا بجراحه فهو أول شهيد في هذه المعركة ودخلت الثورة باستشهاد لبوزة مرحلة جديدة من النضال ضد المستعمر راجح بن غالب لبوزة من مواليد العام 1917 الميلاد من مواليد مديرية رتفان نشأ يتيما وأشعل هو ورفاقه شرارة الثورة فيظل راجح بن غالب لبوزة حيا في نفوز الأجيال جيلا بعد جيل وجبال رتفان هي السمة الأبرز في ثورة التحرير ثورة الرابع عشر من أكتوبر هذه الثورة العظيمة التي تفجرت من هذه الجبال الشامخة لتحرير الشعب من الاحتلال والاستبداد وعادت للوطن أسس الحياة الكريمة بدلا من الجهل والفقر والمرض وأشرقت الثورة بنورها فاستطاعت قهر العدو بقيادة الثوار الأبطال الذين حرروا جنوب الوطن الغالي في العام الف وتسعمائة وثلاثة وستين للميلاد هذا المجد لم يأتي من فراغ بل صنعه الرجال فامتزجت في أرواحهم عزيمة وتضحية وفداء وحبا لهذا الوطن يوما من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا مشاهد الكرام نشرتنا مستمر الرئيسية وفي الأخبار الميدانية والبداية بمحافظة الصعدة حيث وحزت قوات الجيش الوطني بدعم من التحارف العربي تقدما واسعا في عدة مديريات بالمحافظة وأكد مصدر عسكرية أن قوات الجيش الوطني نجحت في تنفيذ هجوم على مواقع والتحركات للميليشيات الحوثية في مديرية الظاهر والسيطرة عليها بعد مقتل أكثر من تسعة ناصر وجرح العشرات من الميليشية وفرار آخرين في غضون ذلك نفذت قوات الجيش الوطني هجوما متزامنا على مواقع وتجمعات الميليشيات في باقي محاققة إنجازات عسكرية ومقتربة بمركز المديرية وفي مديرية الكتاب يواصل الجيش عمليات مسح وتطهير للغام التي زرعها الحوثيون بأشكال وأحجاب مختلفة حيث تم نزع أكثر من ثلاثمائة لغم خلال اليومين الماضيين إلى لاحج تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية القبيطة شمال محافظة لاحج بعد معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الإقلابية وقال مزرع أسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن واحدات من قوات الجيش الوطني حررت جبل الكوكب وجبل النبي شعيب وجميع التباب المجاورة شمال مديرية القبيطة خلال معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لهم وضعف المصدر بأن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من قطع خطوط إمدادات للميليشيات الانقلابية فيما ما تزال المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة وستتقدم لقوات الجيش الوطني تلقت ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر عسكرية وبشرية فادحة خلال الساعة الماضية على جبهة محافظة البيضاء فقد قتل وصيب عدد من مسلحي الميليشيات بين إيران قوات الجيش الوطني والمقاومة أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع تابع لها في مديرية ذي ناعم الشمال شرق محافظة البيضاء وقالت المصادر الميدانية أن مقاتلية الجيش والمقاومة تصدوا لمحاولة التسلل في مواقع تمركزهم بمفرق يفعان لتندلع اشتباكات تسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الحوثيين سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع استراتيجية في مديرية بيت الفقه بمحافظة الحديدة بعد دحر الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا منها وتكبيدها خسائر فادحة وكد مظر عسكري أن وحدات نوعية شنت هجوما على بقايا جيوب الميليشيات الحوثية جنوب غرب مديرية بيت الفقه تكللت بالسيطرة على ثلاث مواقع في منطقة الكراعمة أعلى وادي الجاح وأوضح أن الهجوم بدأ في الساعات الأولى من الفجر بقصف مدفعي مركز على تجمعة الميليشيات ومخابئها أيضا تزامنا مع تمشيطا بالأسلحة الرشاشة فيما تقدمت وحدات الاقتحام وسيطرت على المواقع المستهدفة وذكر المصدر أن طيران التحالف العربي سادف تعزيزات للميليشيات قادمة من منطقة الحسينية تمكنت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني لنزع الألغام خلال الأيام الماضية من انتزاع آلاف الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات في مناطق وقرى الساحل الغربية المحررة من مسلحي ميليشيات الحوثي الإنقلابية وذلك ضمن مبادرة مسام وبالتنسيق مع الفرق الهندسية التابعة لقوات ألوية العمالقة وتأتي هذه الحملة في إطار جهود تطبيع الأوضاع وعودة الحياة العامة وتأمين المناطق المحررة من مسلحي الميليشيات وتطهيرها من الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيات وبما يمكن المواطنين من التنقل بحرية تامة في مزرعهم وأعمالهم دون أي أخطار ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة حتى يتم انتزاع كل الألغام التي زرعتها هذه الميليشيات الإجرامية وتطهير المناطق المحررة بشكل كامل من هذه الألغام أن تكتشف لغما وتخرجه من بين التراب تعني أنك أخرجت عدوا متربصا بالأطفال والنساء وأنقذت أسرا وأرواحا بريئة كانت في طريقها إلى الهلاك عبر القاتل الصامت الألغام الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في المزارع وبين البيوت والأزقة والطرقات وحتى في ساحات المساجد قبل أن تفر هاربة من هذه المناطق كما تشاهدون هذه هي ألغام ميليشيات الحوثية والعبوات الناسبة التي زرعتها في وصل مدينة الدريهمي جهود كبيرة تلك التي تبذل من أجل عودة الأمان وعودة المواطنين إلى منازلهم والذهاب إلى مزارعهم ورعي أغنامهم دون خوف على حياتهم وذلك بسبب حقول الألغام التي زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي والتي تسببت في مقتل عدد من سكان تلك المناطق هنا تتعرف على كل الأنواع القاتلة من الألغام الحوثية فمنها ما هو محلي الصنع ومنها ما هو إيراني تم تهريبه عبر ميناء الحديدة ومنها ما تم نهبه من مخازن الدولة يقابلها جهود كبيرة لا تكل ولا تمل لتتبع هذا القاتل المتربص بالأبرياء في معركة لا تقل أهمية عن المواجهات المباشرة مع الميليشيات الحوثية تعيش العديد من الأسر من أبناء مديرية الدريهمي مأساة إنسانية يدمى لها القلب وذلك بسبب استهداف الميليشيات الحوثية لمنزلهم البسيطة بقذائف الهامن التي حولت حياتهم لفراق وألم مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي تعيش هذه العائلة من أبناء مديرية الدريهمي مأساة إنسانية يدمي لها القلب وذلك بسبب استهداف الميليشيات الحوثية لمنزلهم أو قل لعشتهم البسيطة بقذائف هاو حولت حياتهم لفراق وألم فقد فقدت الأسرة اثنين من أفرادها ولدا وامرأة بسبب شضايا القذائف الحوثية فيما بترت ساق رب الأسرة لتزيد الوضع بؤسا وشقاء إن بيتهم تدمر وهو كما تشوف مكلاح انقطعت وابنه توفع زوجة ثمان عمليات وهذا كله أقول حسن الله وانحمى الوكيل من الميليشيات الحوثية التي تستحزز من نازل المواطنين يوم أجل تقريبا الساعة الثانية بعد الظهر جم جمعه ترده وخزيه وقاسم في بيته في منزل حقه مخزينه وعياله أقنق قذفاه من مزيزة الحوثية لم تتوقف الميليشيات الحوثية في الاستهداف المتعمد والمقصود للمواطنين وهم آمنين في منازلهم وما تزال المآسي تتكرر يوميا في حين تصمت المنظمات الدولية صمت القبور حيال كل تلك الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف مساء الأربعاء من ضبط 83 كيلو جراما من الحشيش المخدر في نقطة المثلث الأمنية كانت على متن سيارة هيلوكس مموهة كانت متجهة لمناطق سيطرة الميليشيات أقال المصدر الأمنية أن الحشيش كان مخفي بسيارة هيلوكس خلف المقاعد الخلفية للسيارة وأن أفراد النقطة الأمنية التابعة لشرطة الدوريات وأمن الطرق تمكنوا من اكتشافها وضبط الكمية وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجوف كانت قد أتلفت ما يزيد عن طن من الحشيش الذي تم ضبطه خلال الأشهر السابقة وجه محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح الأجهزة الأمنية بملحقة الخارجين عن النظام والقانون والمطلوبين أمنيا والضرب بيد من حديد لكل من تسول له المساس في أمن واستقرار الضالع أشدد المحافظ خلال ترأسي لاجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة الضالع على تعزيز جهود كافة الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن المسلحين الخارجين عن النظام والقانون والجماعات الإرهابية والمطلوبين أمنيا ونقل محافظة الضالع تهاني فخمة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبناء محافظة الضالع بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وتمنياته للجميع بالصحة والسعادة والتوفيق والنجاح في مهامهم وشدد المحافظ على مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات والإجهزة الأمنية والقضائية بالعمل بروح الفريق الواحد لما له من أهمية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وحماية الممتلكات الخاصة والعامة يترأس وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي اجتماع المكتب التنفيذي ويلتقي بموثل أطباء بلا حدود تفاصيل في هذا التقرير ترأس وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي اجتماع ضم ركلاء المحافظة والمكاتب التنفيذية وذلك بهدف تقييم أداء المكاتب وفعاليتها في تطبيع الحياة وخدمة المواطن اجتماع المكتب التنفيذي في محافظة تعز وذلك لمناقشة الخطة النهائية من العام 2018 خاصة وأنه قد سبق وانعقد اجتماعين خلال هذا العام وبالتالي هناك الآن مشاريع معينة إضافة إلى خطط للمكتب التنفيذي تم مناقشتها وسيتم أيضا مناقشت الخطط الباقية الأخرى إضافة إلى الانشار الأمني الذي تم في محافظة تعز وأيضا مهام اللقنة الأمنية ومهام خطة التحرير التي يطالب بها ابناء تعز وبإذن الله سيكون هناك خير في الأيام القادمة لهذه المحافظة وكما التقى وكيل أول الدكتور عبد القوي المخلافي بمواصل منظمة الطباء بلا حدود ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل لبحث المشاريع المدعومة من المنظمة لمستشفيات المدينة وإمكان التفسع في الأرياف تم اليوم الاجتماع مع الأقوى في منظمة بلا حدود مع المثل المقيم في محافظة تعز في مدينة تعز مع الأخ وكيل أول محافظة تعز وكرب دلقوي المخلافي منظمة بلا حدود متواجدة داخل المدينة منذ أربع سنوات من بداية العدوان والحرب على هذه المدينة تقدم خدمات جيدة وممتازة في المجال الصحي بالدعم بالأدوية لكل من المستشفى الثورة والمستشفى السويدي وكذلك المستشفى الجمهوري أيضا تصرف بعض الحوافز للطاقم الموجود في هذه المستشفيات تطرق اللقاء اليوم لتوسع في خدمات طباء بلا حدود ليشمل أيضا مستشفى خليفة وبعض المستشفى الأخرى في إطار المحافظة وجود طباء بلا حدود داخل المدينة رسالة أيضا أن المدينة تنعم بنعمل استقرار وخاصة في الفترة الأخيرة استقرار أمني يشمل جميع المدينة نتمنى من بقية المنظمات التواجد داخل مقر المدينة لإغاثة هذه المدينة بما تحتاج في جميع المجالة المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية تعمل دائبة على تطبيع الحياة في المحافظة واليوم في استعراض هاما في عملية تنفيذ أعمالهم في أرض الواقع معايا مخالد قناة عن الفضائيات تعز من تعز الحياة إلى أبيان الصمود حيث افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الدورة التدريبية التي ينظمها مكتب الإعلام بمحافظة أبيان في بناء القدرات والعمل المؤسسي لموظفي مكتب الإعلام بالمحافظة وفروع مكاتب الإعلام بالمديريات وخلال افتتاح الدورة أكد الحامد على أهمية الدورة واتساب الموظفين المهارات في بناء قدرات الكادر الإعلامي وتنظيم العمل المؤسسي المبني على القواعد والأسس السليمة مشيدا بجهود مدير عام إعلام أبيان وحرصه على تفعيل النشاط الإعلامي في مركز المحافظة ومختلف المديريات وتنمية مهارات الكادر الإعلامي بالمحافظة من جنب أشار مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة أبيان ياسر باعزب أن هذه الدورة ستسهم بشكل كبير في تعزيز العمل الإعلامي المؤسسي وبناء كوادر المكتب وتنمية قدراتهم للدفع بالعمل والنشاط الإعلامي بالمحافظة نحو الأفضل مؤكدا أن مكتب الإعلام بالمحافظة يسعى جاهدا لتأهيل وتدريب موظفيه في مركز المحافظة وبقية مكاتب الإعلام بالمديريات وكافة الإعلاميين أعلى مستوى المحافظة نقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة إشاب عبد الربو هشلا مع قيادات مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الاتجاهات العامة لخطة الطوارئ الصحية التي يعدها المكتب لمواجهة الأخطار المحتملة من كارثة الإعصار البحرية الجديد لوبان وأثناء على مبادرة المكتب بإعداد هذه الخطة مؤكدا على أهميتها في تعزيز منظومة الإجراءات الاحترازية التي يجب العمل بها لمواجهة كارثة الإعصار والذي من المتوقع أن تتعرض المناطق السخلية للأضرار بصورة مباشرة واستعرض الأمين العام خلال مشاركته في حلقة نقاش بواسطة الأقمار الصناعية مع معالي وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر بعوم وقيادات مكتب الصحة في المحافظة المتوقع أن اجتاحها إعصار لوبان طبيعة الأوضاع الصحية الصعبة بالمحافظة وافتقارها إلى المخزون الدوائي المناسب واحتياجاتها الضرورية من النفقات والمحروقات لمواجهة الكارثة الطبيعية المحتملة وجه مدير عام مديرية رضوم بمحافظة شبو محمد الشكلية بضرورة إخلاء القرى الساحلية من السكان وذلك لحمايتها من المخاطر والأضرار المتوقعة من إعصار لوبان ونشد الشكلية قيادة المحافظة واللجنة العليا للإغاثة بسرعة توفير مخيمات إواف أماكن آمنة لأهالي القرى التي تقع على ضفاف شواطئ البحر بصورة مباشرة كما نقش الأمين العام لمحلي رضوم هادي الخرمى مع قيادة القطاعات السماكية بالساحل مجموعة من الإجراءات الأحترازية والاستباقية التي يجب العمل بها مع أهالي القرى الساحلية وذلك لتجنيبهم وحمايتهم من المخاطر المحتملة عليهم من إعصار لوبان وحث الأمين العام الصيادين بضرورة التوقف عن دخول البحر هذه الأيام لابتعاد عن ارتياد شواطئه عقدت اللجنة الفنية بوزارة حقوق الإنسان اجتماعها الثاني بالعاصمة المؤقتة عدن وكرس الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة حقوق الإنسان لمناقشة جهود الوزارة المتعلقة بإعداد التقرير الذي سيقدم للمنظمات الدولية في مجال رصد الانتهاكات كما استعرض محضر الاجتماع الأول وخطة العمل المعدة من قبل وزارة حقوق الإنسان وآلية التنفيذية كما طالب الاجتماع جميع الجهات الرسمية والنظمات المدنية بالمساهمة في استفاء كافة المعلومات المتعلقة بالتقرير ويعطى العناية اللازمة من مضموني وصياغة للمصطلحات القانونية بما يعزز من المعلومات والوثائق الموضحة لحجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها المتضررين خاصة فئة النازحين والأطفال والنساء من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية سواء في مناطق سيطرتهم أو الأماكي المستهدفة من قبلهم وكدى المجتمعون على ضرورة التنسيق بين وزارة حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية ذات العلاقة ويعطاء أولوية للبلاغات المقدمة بشأن حقوق الإنسان لما لها من أهمية في الدعم ونقل صورة حقيقية لمعاناة المتضررين برعاية وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية دشن وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري مراسيم توضيع الفوج السادس من المعتمرين لأداء مناسك العمر للعام 1440 هجرية مزيد من التفاصيل مراسلنا الجدس هناك شهيد وكيل محافظة مأرب عبدالله أحمد الباكري مراسيم توضيع الفوج السادس من المعتمرين من محافظة مأرب وذلك برعاية معاني القاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد 300 مواطن من المعتمرين متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمر وذلك ضمن أفواج 6 تأتي في إطار الاهتمام والرعاية من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد وتسهيل أعمال المعتمرين في بيت الله الحرام أثناء توضيع فوج المعتمرين أكد وكيل محافظة عبدالله أحمد الباكري تسهيل السلطة المحلية لمكاتب الحج والعمرة ونغل الحج والمعتمرين من العراض اليمنية للمركزة العربية السعودية تم تدشين الفوج السادس للأخوة المعتمرين والشكر موصول للأخوة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف وموصول أيضا للأخوة في مملكة العربية السعودية مثل خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان ولي عهده الذين أتاحوا هذه الفرصة بأسعار زهيدة فنسأل الله أن نجعل ذلك في ميزان حسناتهم القائمين على توفيج المعتمرين أكدوا على أهمية توفير السلامة وكذلك توفير الخدمات الأساسية للمعتمرين إلى بيت الله الحرام نشكر كل من سعى وساهم في إنجاح هذا الخطوة التي شكلت بصمة إيجابية في صفحة الخدمات للمعتمرين اليمنين اتساقا مع خدمات الحجاج ونجاح الموسم الماضي يأتي توديع الفوق السادس من المعتمرين لدى مناسك العمرة للعام 1440 هجرية لقناة عدد الفضائية محمد القداسي محافظة مارب من مارب التاريخ لا أبيان حيث التقى مدير عام مديرية زنجبار غسان شيخ بموثل منظمة صناع النهضة الدكتور إبراهيم بامدهف وخلال اللقاء تم نقشت مشروع تأهيل الوحدات الصحية وتعصر من أجل التنمية الذي ستنفذ المنظمة بتمويل من منظمة الطفولة اليونسيف في محافظة أبيان حيث أوضح بامدهف أنه سيتم تأهيل عدد من المرافق الصحية في المديرية كما سيتم تدريب عشرون متطوع عدد من المشرفين من القرى المستهدفة وذلك لتعزيز سلوكيات الأسر كما التقى مدير عام مديرية زنجبار بمنسق منظمة كير اسكندر باشريم وبالضابط الميداني السعودي أحمد وتم مناقش التسليم القائمة النهائية لألف وستمائة وخمسين مستفيد من المقيمين وستمائة وثلاثة وعشرين مستفيد من النازحين الذين ستشملهم المساعدة المقدمة من المنظمة اختتم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر